السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم عزائي الطلاب والطالبات في الدرس قبل الأخير من دروس هذا المقرر اللي راح نتناول فيه بإذنه تعالى حل المعادلات والمتباينات اللغة الاتمية نتمنى لكم متابعة طيبة طبعا الدرس بسيط لكن في حاجة كده بسيط نحتاج أن ننتبه لها أثناء حل المعادلات والباقي إن شاء الله بيكون بسيط جدا خلونا نتعرف على محاور هذا الدرس نبدأ أولا يوليخ الكرام بحل المعادلات باستعمال تعريف اللغة الاتم اللي هو بالتحويل إلى الصورة الأسية ثم سنتكلم عن حل المعادلات باستعمال خاصية الضرب في اللغة الاتمية وبعد ذلك سننتقل من المعادلات إلى المتباينات ولكن إن شاء الله راح نتركها في لقاء قادم إن شاء الله نقرأ معا فقرة لماذا تقاس شدة الأعاصير بمقياس يدعى فوجيتة ويرمز إليه بالرمز F ويصنف هذا المقياس العاصير إلى سبع فئات من فئة F0 إلى F6 بحسب سرعة الرياح المصاحبة لإعصار W والتي تعطى بالمعادلة هذه المعادلة طبعا لاحظ فيها اللغة رتم أساسه 10 حيث تمثل دي المسافة التي يقطعها الإعصار بالميل وبحسب طول مساره وعرضه وقدرته التدميرية والفئة F6 هي الفئة التي تكون أشد العاصير تدميرا حمان الله وإياكم وجميع المسلمين والعالمين إن معرفة المعادلة السابقة تمكنك من إيجاد المسافة التي يقطعها الإعصار بالميل عند أي قيمة لسرعة الرياح المصاحبة للمعطاء بالميل لكل ساعة فهي نشوفوا هذه هي قوة مقياس F أو مقياس فوجيتا طيب نبدأ أولا بخاصية المساواة في الدوال اللغة رتمية طبعا هذه أخذناها في الدرس السابق وذكرنا أنه إذا كان لدينا نفس اللغة رتم في الجهتين فبذلك جاءك لغة رتم 5 لـ X تساوي لغة رتم 5 لـ 8 فهذا سيؤدي إلى أن الـ X تساوي 8 كيف إحنا ممكن نعتبر هذا الشيء؟ ممكن إحنا نقول إيش؟ نقول أن أنا ممكن أأخذ الطرفين إلى الأساس خمسة يعني أجعل الطرفين أسا لأساس خمسة وبالتالي الأساس الخمسة بيروح مع اللغة رتمة لأساس خمسة يروحون مع بعض ويبقى لك الـ X والأساس خمسة مع اللغة رتمة لأساس خمسة يروحون مع بعض ويبقى لي إيش؟ ويبقى لي الثمانية فبالتالي أنا بيمكني أرفع الطرفين إلى أساس مناسب وبالتالي أتخلص أنا كذا من العبارة الأسية فلو جيتنا لمثل هذا السؤال في المثال رقم واحد في طريقتين للحل ممكن الطريقة الأولى أني أحول أو نحول العبارة للصورة الأسية فإش راح أقول؟ راح أقول أنه الأساس 36 والأس 3 على 2 وهذا يساوي إيش؟ يساوي X بهذه الصورة وبالتالي أبحث بنا 36 أس 3 على 2 ممكن أقول أن هذه 36 أس 3 على 2 ممكن أقول الجذر التربيعي وتكعيب وبالتالي سيكون عندك الجواب هنا 6 تكعيب طبعاً 6 تكعيب يساوي كم يساوي 216 طبعاً كيف وجدته؟ هذه باستخدام القاعدة التي تعلمناها في الدرس الماضي قلنا أنه إذا كان عندك مثلاً عدد أس أم على أن فأنت ممكن تقول أن هذا العدد هو الجذر النوني لأي أس أم أو العكس ممكن أنا أقول الجذر النوني لأي الكل أس أم يعني بهذه الصورة يعني ممكن أنا أبدأ بالجذر قبل الأس وممكن أنا أبدأ بالأس قبل الجذر بهذا الشكل الطريقة الثانية أني أنا أقول لغة رتم الأساس 36 لأكس يساوي 3 على 2 كل ما عليك أنك تسوي أنك ترفع الطرفين للأساس المناسب اللي هو في هذه الحالة كم؟ 36 36 مع لغة رتم 36 يروحون يبقى لك أكس وبالتالي يبقى لك 36 و 3 على 2 طبعاً تحسبها كما حسبناها قبل قليل وبالتالي يخرج الناتج 216 عشان لاحظ أن العملتين تؤديان إلى نفس الناتج ننتقل الآن إلى فقرة تحقق من فهمك راح نحل وحدة بالطريقة الأولى وحدة بالطريقة الثانية فهنا هو شيء بحول العبارة للصورة الأسية وبالتالي بقول 9 أس 3 على 2 تساوي الأس الأسهل أنك تبدأ دائماً بالجذر قبل ما ترفع إلى الأس فأنا بأخذ جذر التسعة وجذر التربيع إلى 9 وبعدين أبأخذ الأس 3 طبعاً مو لازم تكتب الجذر التربيع إلى 2 وإنما ممكن تتركها كذا وبالتالي راح نصير هذه ثلاثة تكعيب وبالتالي الأكس تساوي 27 الأكس تساوي 27 ونشوف الفقرة الثانية ممكن قلنا بنطبق الطريقة الثانية فأنا أرفع الطرفين للأساس كم للأساس 16 طبعاً 16 أس لغرتهم 16 يروحون مع بعض وبالتالي يبقى لك في الطرف الأول أكس ويبقى لك في الطرف الثاني 16 أس 5 على 2 الأس 5 على 2 بقول جذر الـ 16 الكل أس 5 طب جذر الـ 16 كم؟ جذر الـ 16 4 أربعة أس 5 طبعاً متأخذ الحين القوة الخامسة للعدد أربعة فأنا تقول أربعة في أربعة 16 في أربعة 64 في أربعة حتكون 256 في أربعة حتكون 1024 لا أريد أن تكون عارفين قوة العدد أربعة طبعاً إذا كنا نبغى نحسب بدون استخدام الآلة الحاسبة وأنا أحبين استخدام الآلة الحاسبة فمن البداية ممكن أن أقول 16 أس وأفتح كسر وأكتب هنا والله خمسة على أثنين حيث لما أن الناتج يساوي كم 1024 كذا بشكل مباشر يعني الآلة الحاسبة لا تقصر معانا صراحة في مثل حل هذه المسائل طيب ننتقل الآن إلى السؤال الثاني أو الفقرة الثانية قال لك أبغى تحل توجد الإجابة الصحيحة عندنا أشكالية حقيقة في اللغرتمات أيها الأخوة الكرام إحنا ذكرنا أنه في أي مسألة لغرتمية في أي مسألة لغرتمية مهما كان الأساس بي وعندك هنا إكس لا بد أن يكون ما بداخل اللغرتم أكبر من الصفر لا بد أن يكون ما بداخل اللغرتم أكبر من الصفر فبالتالي ليست كل الحلول هي حلول مقبولة بالنسبة لي لأن في حلول تكون سالبة داخل لغرتم وهذه تكون غير معرفة طيب إذا جاني حل غير معرف وش أسوي راح أستبعد هذا الحل وأقول أنه لا يوجد لدي حل طيب كيف تصرف مثل هذا السؤال إحنا مباشرة راح نرفع الطرفين للأساس أثنين فالأثنين تروح مع اللغرتم أثنين فيبقى لك المعادرة التالية إكس تربيع ناقصا أربعة تساوي ثلاثة إكس أبنقل الثلاثة إكس للطرف الثاني عشان تصير معادلة تربيعية ثلاثة إكس ناقص أربعة تساوي الصفر سأقوم بالتحليل سأبحث عن عددين حاصل ضربهم سالب أربعة وحاصل جمعهم سالب ثلاثة فهم السالب أربعة والموجب واحد الآن بقول إما إكس ناقص أربعة تساوي صفر وبالتالي الإكس تساوي موجب أربعة أو الإكس زائدا واحد ساوي الصفر وبالتالي راح تكون الإكس تساوي كم سالب واحد يعني بطريقة أخرى ممكن نقول ما هو أو ما هي القيمة التي تصفر هذا المقدار هي الأربعة وما هي القيمة التي تصفر هذا المقدار هي السالب واحد الآن لاحظ معي عزيزي الطالب أختي الطالبة أن هذا الجواب يعتبر جواب مرفوض هذا الجواب يعتبر جواب مرفوض لماذا؟ لأنك لو عوضت الآن في سالب واحد هنا سالب واحد تربيع واحد واحد ناقص أربعة تكون كم؟ تكون سالب ثلاثة ولو عوضت هنا بيكون ثلاثة في سالب واحد أيضا بيعطيني سالب ثلاثة صحيح أن المقدارين متساويين ولكن اللغة رتم بطبيعته لا يقبل المقدار السالب بداخله فبالتالي الجواب السالب يعتبر جواب مرفوض بينما الجواب الموجب هو الجواب المقبول فإذا هذه الفكرة فقط في الحلول الموجودة في المعادلة اللغرتمية لا يكفي أن يوجد الحلول وإنما يجب أن أتأكد أن هذه الحلول الحلول مقبولة بالنسبة للغرتم لأن مجال اللغرتم هو فقط الأعداد الموجبة الصريحة أما الأعداد السالبة والأصفار فهي غير مقبولة في اللغرتم فإذا هذه الإضافة التي ذكرت لكم في بداية الدرس أنه لازم ننتبه لها بعض الطلب يتحمس لقى حلين يقول إذن يوجد حلين لهذه المعادلة صحيح أن الحلين يعطونك طرفين متساويين لو كانت المعادلة ما فيها لغرتم لكن لو أنت تعوضت لغرتم سالب ثلاثة في الآلة الحسب سيطلع لك ما ثئرر لأن اللغرتم لا يقبل السالب ولا يقبل الصفر فلازم ننتبه عند إيجاد الحلول أني أنا فعلا سوف يكون الحل حلا موجبا صريحا حتى ما هو صفر أعلى من الصفر لو بتكة خفيفة ما عندي مشكلة صفر فاصلة صفر 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 واحد أهم شيء أعلى من الصفر ما عندي أي مشكلة من الصفر مفتوح إلى المالة نهاية هذا هو مجال الدالة لغرتمية اللي قلنا R بلس طيب نشوف الحين تحقق من فهمك بنفس الطريقة أنا أريد أن نحلها مع بعض يلا أبرفع الطرفين للأساس ثلاثة وأهم شيء أتأكد زي ما قلنا من الحلول أن تكون حلول صحيحة فبالتالي بتصير معك هنا X تربيع ناقصا 15 تساوي 2X ننقل 2X للطرف الثاني يصير سالب 2X ناقصا 15 يساوي الصفر سأقوم بالتحليل سأبحث عن عددين حاصل ضربهم كم؟ حاصل ضربهم سالب 15 وطالما حاصل ضربهم سالب إذن هما عددين مختلفين لإشارة واحد بالسالب واحد بالموجب وبالتالي حاصل جمعهم اثنين فالاثنين هذه تمثل الفرق فيما بينهما وبالتالي سأختار الخمسة سالب الخمسة مع الموجب ثلاثة لأن مجموحهم سالب اثنين وحاصل ضربهم سالب 15 طيب وش اللي يصفر الحد الأول؟ العدد اللي يصفر الحد الأول هو الخمسة أو الحد اللي يصفر العدد الثاني هو السالب ثلاثة فبالتالي هل كل الحلول مقبولة بالنسبة لي؟ لا هذا الحل يعتبر حل إيش؟ حل مرفوض وهذا الحل يعتبر إيش؟ هذا حل مقبول بهذا الشكل إذن الحل الوحيد عندي هو فقط إيش؟ هو فقط الخمسة طيب لو أنا حليت المعادلة وطلع لي حلين موجبين الحمد لله كل الحلين يكونون إيش؟ مقبولين لأني لو عوضت الحل الأول ولا عوضت الحل الثاني ما رح يسبب لي سالب في اللغرتهم فبالتالي ما عندي أيات إشكالية ولو إني حليت لا قدر الله وطلع الحلين كلهم سالبين لو عوضت الأول وعوضت الثاني بيعطوني سالب فهين يصير كل الحلين مرفوضين وتصبح المعادلة ليس لها حل فبالتالي لا يشترط أن معادلة اللغرتمية أني ألقى لها حل ربما تكون الحلول غير معرفة في اللغرتم أو في مجال اللغرتم وبالتالي تكون العبارة أو تكون معادلة ليس لها حل المهم عندي أني إذا لقيت حل أشيك عليه أتأكد منه هل اللغرتم يقبله أو لا يقبله إذا كان يقبله فهو حل مقبول وإذا كان يرفضه فهو حل مرفوض ولا يكفي أني والله لقيت واحد مقبول إذا الثاني مرفوض ولا العكس لا أنا أتأكد من جميع الحلول الموجودة يمكن كلها تصير مقبولة يمكن كلها تصير مرفوضة الله أعلم لازم أتأكد من جميع الحلول طيب ننتقل الآن أخوان الكرام إلى هذه المعادلة اللي بنستخدم فيها خاصية الضرب طبعا لاحظ هنا أنه عندك أنت جمع بين الحد الأول والحد الثاني فإحنا قلنا الجمع دائما نحولها للصورة المختصرة فبالتالي راح نقول أن هذه تعتبر لغة رتم الأساس 6 لـ x في x ناقصا 9 تساوي أثنين طبعا ممكن تحولها للصورة الأسية أو ممكن ترفع الطرفين للأساس 6 فأنا برفع الطرفين للأساس 6 أبحط هنا 6 وبحط هنا 6 وال6 مع اللغة رتم 6 بتروح وبالتالي هيكون يبقى لك x في x ناقصا 9 وهنا 6 تربيع اللي هي بتصير كم؟ بتصير 6 و30 طبعا بحل المعادلة هذه بس أحتاج أول شيء أني أقوم بعملية التوزيع للقص x في x هذه x تربيع x في سالب 9 ستكون سالب 9x وبنقل الـ 36 للطرف الثاني تصير سالب 36 وصارت هذه معادلة من الدرجة الثانية سأأخذ المعادلة هذه الآن وأحللها سأبحث عن أددين حاصل ضربهم 36 أو سالب 36 وطالما أن حاصل ضربهم سالب إذن الـ 36 تمثل الفرق فيما بينهم أو 9 عفواً تمثل الفرق فيما بينهما واحد منهم بيكون بالموجب واحد بيكون منهم بالسالب طيب وش العددين اللي الفرق بينهم 9 وحاصل ضربهم 36 بلا شك أنهم الـ 12 والـ 3 12 والـ 3 حاصل جمعهم سالب 9 وحاصل ضربهم يعني سالب 36 اللي عنده يعني صعوبة في تحليل المعادلات ممكن يحل باستخدام القانون العام لكن حيستغرق الكثير من الوقت وممكن أنك تدرب على التحليل التحليل ما هو صعب فبالتالي راح أجي أقول إما x ناقص 12 تساوي 0 وبالتالي x تساوي موجب 12 أو x زائد 3 تساوي 0 وبالتالي x تساوي سالب 3 شوفوا هنا لو عوضت بسالب 3 على طول هذا اللغرتم يرفض السالب وبالتالي سيكون مباشرة السالب 3 يعتبر حل ليش حل مرفوض السالب 3 حل مرفوض أما الموجب 12 لو عوضت هنا بـ 12 ما عندي مشكلة لو عوضت بـ 12 12 ناقص 9 كلها أعداد موجبة وبالتالي اللغرتم هنا سعيد و مبسوط وبالتالي هذا الحل يعتبر حل ليش حل مقبول يلا نشوف تحقق من فهمك بنفس الطريقة أيضا لكن هنا أعطاني الخاصية هذه الاثنين بصعدها فوق الـ x وبالتالي يعني أحول للصورة المختصرة الطرفين وبالتالي راح أقول لغرتم الأساس 7 لـ x تربيع وهنا بينهم جمع إذن بدمجهم بإيش بدمجهم بالضرب وبالتالي حيصير معي 27 ضرب 3 بهذه الصورة وسأرفع الطرفين للأساس للأساس 7 فأرفع هنا للأساس 7 وهنا للأساس 7 وبالتالي حيكون معك الناتج هنا x تربيع تساوي 27 في 3 بهذا الشكل طبعا اللي هي تساوي 81 طيب x تربيع تساوي 81 خذ جذر الطرفين فلما نأخذنا جذر الطرفين الآن جذر التربيع للطرفين فجذر الـ x تربيع يساوي x وجذر الـ 81 سيكون موجب أو سالب 9 فأنا عندي جواب أما x يساوي موجب 9 أو x يساوي سالب 9 هل كل الحلين مقبول؟ لاحظ هنا الـ x الحالة فبالتالي لا تقبل السالب وبالتالي راح نقول أن هذا حل ليش؟ حل مرفوض بينما الحل الموجب هو الحل ليش؟ هو الحل المقبول فبالتالي لا بد أن يتأكد من الحلول هل هي مقبولة ولا مرفوضة بهذه الصورة بذلك يعني نقف على آخر سؤال عندنا في المثال رقم 3 الفقرة 3B بينهم عملية جمع كذلك بحولهم للصورة المختصرة أبأخذنا لغة رتم الأساس 6 لـ x في x زائد 5 يعني شوفوا شبيه بالمثال اللي درسنا وهنا 2 طبعا أرفع الطرفين الآن للأساس كم؟ للأساس 6 فالـ 6 مع اللغة 6 وش صار فيها؟ راحت مع بعض يبقى لك x في x زائد 5 يساوي 6 تربيع اللي هي 6 و30 سأقوم بعمل التوزيع x في x هذه x تربيع x في 5 هذه 5 x وانقل الـ 36 للطرف الثاني هتصبح سالب 36 تساوي 0 سأبحث عن عددين حاصل ضربهم سالب 36 لكن هالمرة الفرق بينهم 5 فبالتالي أنا بأخذ x ناقص وx موجب وبالتالي سأبحث عن عددين طبعا لو أخذت زي المثال أخذنا الثلاثة والـ في المثال أخذنا الثلاثة والـ 12 لأن الفرق بينهم كم كم كان 9 لكن هنا الفرق بينهم 5 فبالتالي سأأخذ أي عددين اللي هم التسعة والأربعة بس التسعة أخليها بالموجب والأربعة أخليها بإيش بالسالب علشان يكون حاصل جمعهم حاصل جمع السالب أربعة مع الموجب 9 تعطيني 5 وحاصل ضربهم 36 فبالتالي بقول إما x تساوي موجب أربعة وهذا هو الحل الأول وثم أو x تساوي سالب 9 وسأجد الآن أن هذا يعتبر حل إيش حل مرفوض بينما الحل اللي هو الأربعة يعتبر هو الحل المقبول لدي وبالتالي كذا أنا أوجدت هذه الحلول بذلك أعلكم بحمد الله تعالى أيها الأخو الكرام نتهينا من الفقرتين الأولتين في هذا الدرس إن شاء الله نترك بقية الفقرات المتعلقة بالمتباينات اللغرتمية إن شاء الله في الدرس القادم لكن نحب نحل أسئلة كثيرة حقيقة من أسئلة الكتاب ومن أسئلة الاختبار التحصيلي يكون هذا الدرس يعني يأتي عليه أسئلة كثيرة الآن سأرفع الطرفين للأساس ثمانية الآن الثمانية مع اللغرتم ثمانية تروحي بقالك x تساوي ثمانية أس أربعة على ثلاثة فأنا بأخذ الجذر التكعيبي للثمانية وبرفعه إلى أس كم أربعة الجذر التكعيبي للثمانية كم؟ أثنين أس أربعة وبالتالي الناتج هيكون ستة عشر نشوف السؤال اللي بعده أبي أرفع الخمسة هذه إلى الأس الأكس وبالتالي يصير عندك هنا لغرتم الأساس الثنين لأكس تربيع تساوي لغرتم الأساس الثنين لثنين وثلاثين نرفع الطرفين للأساس الثنين وبالتالي يروحون مع بعض يبقالك في الطرف الأول x أس خمسة طبعا هنا هيكون هنا x أس خمسة وهنا هيكون ثنين وثلاثين عشان نتخلص من الأس خمسة طبعا سنأخذ الجذر الخامس للطرفين وبالتالي x أس خمسة بعد الجذر الخامس ستعطيني x وهذه تساوي كم؟ تساوي أثنين هل يصلح التعويض هنا؟ نعم يصلح التعويض يعني في إيجاد الحل أيضا هنا بهذه معادلة رح أستخدم خاصية الضربة الآن وش بقول؟ بقول لغرتم ثلاثة ورح أضرب الطرفين اللي هم ثنين x في سبعة تساوي لغرتم ثلاثة لثمانية وعشرين ممكن نستخدم خاصية المساواة مباشرة رح أقول لنا 14x تساوي ثمانية وعشرين ومنه بقسمة الطرفين على 14 سيكون الناتج كم يساوي الناتج أثنين شوه مسائل يعني شكلها يخوف لكن هي صراحة بسيطة هاي نشوف أسئلة اختبار التحصيل يشوفوا نفسها السئلات الكتاب يعني شبيهة فيها اللهم أحيانا ما اعتغل القوم وحيانا حتى نفسها فبالتالي لاحظنا هنا رح أقول x تربيع وناقصا أربعة وفي الطرف الثاني ثلاثة x سأنقل الثلاثة x للطرف الثاني وبالتالي حيكون عندك إما x ناقصا أربعة أو x زائدا واحد هذا شبيه بسؤال الكتاب طبعا فبالتالي بنقول هنا إما x تساوي أربعة حل الأول أو x تساوي سالب واحد حلينا هذا السؤال تماما هذا حل مقبول وهذا حل مرفوض فبالتالي يعتبر الجواب دي هو الجواب الصحيح يعني حتى في مثل هالمسائل هذه مجرد أنك يعني تعوض تعرف أن هذا بيعطيك سالب وهذا بيعطيك سالب هذا يحلول مستبعدة وممكن تستخدم طريقة التعويض المباشر يعني لو عوضت هنا بواحد واحد ناقص ثلاثة واحد ناقص أربعة بيعطيك سالب ثلاثة أيضا هذا مستبعد لأنه بيسبب لي سالب فرح ما راح ألقى إلا هذا الجواب يعني كجواب مقبول فأحيانا ليس شرطا أنك تحل المعادلة بشكل كامل ممكن أنا أجرب الخيارات وأصل إلى الناتج خصوصا هذا التكنيك يعني يكون منتشر فيه مثل الاختبار التحصيلي هنا الحين في هذا المسألة طبعا بصعد التربيع فوق الـ X وعندك طرح فبالتالي بتصير قسمة فبالتالي بصير معك هنا لغة رتم الأساس خمسة لـ X تربيع تقسيم أربعة تساوي لغة رتم الأساس خمسة للتسعة طبعا اللغة رتم يروح مع اللغة رتم وبالتالي بقول X تربيع على أربعة يساوي تسعة معناها الـ X تربيع تساوي ستة وثلاثين يعني بضرب الطرفين في أربعة وبالتالي X تساوي موجب أو ناقص ستة لكن الحل السالب طبعا مستبعد وبالتالي بأخذ أنا فقط الحل الموجب هو المقبول بينما الحل السالب سيكون حلا مرفوضا نشوف هذا السؤال هذا أيضا نشيب أستخدم خاصية الضرب فبالتالي بقول طبعا بأشيل لغة رتم الثنين منطقة أو نكتبها يلا لغة رتم ثنين أبأخذ أربعة X في خمسة تساوي لغة رتم الأساسة ثنين لمية طبعا لغة رتم الثنين تروح مع لغة رتم الثنين يبقى لك 20X تساوي مية وبالتالي فإن X تساوي كم؟ تساوي خمسة يعني مثلا لسئلة هذه بسيطة جدا نختم بهذا السؤال هذا السؤال والله فيه فكرة شوية أبغاكم تركزون فيها لأن هنا هنأخذ تركيب الدوال مع الدوال اللغة رتمية يعني شوفوا كيف دمجنا فصول الوحدة الأولى مع فصول الوحدة الثانية يلا سمي بسم الله قالك إذا كانت الدالة G of X هي ثمانية X زائدا 5 وF of X هي لغة رتم الأساس الثنين لX فأوجد F O G للدالة X فإحنا قلنا F O G للدالة X هي تساوي F لG X فأنا راح أشيل كل X موجودة في هذه الدالة أشيل X هذه وأحط مكانها G X اللي هو هذا راح أحط مكانها هو G X وبالتالي راح أحل الناتج وبالتالي هيكون الناتج على الطريقة التالية أو على الشكل التالي بقول أن هذا يساوي لغة رتم الأساس الثنين لG X بهذا الشكل يعني استبدلت الـ X حطيت G of X وبالتالي بصير هذا لغة رتم الأساس الثنين لثمانية أس X زائدا 5 بهذه الصورة باستخدم خاصية القوة اللي هي تقول لك أنه إذا كان عندك أي أس نزلة على السطر وهذه من مزايا اللغة رتمات حقيقة هو بالتالي الناتج شو يصير يصير X زائدا 5 مضروب في لغة رتم الأساس الثنين للثمانية طيب لغة رتم الأساس الثنين للثمانية هذا كم يساوي؟ هذا يساوي ثلاثة ما هو الأس اللي نرفعه فوق الثنين يعطيني ثمانية اللي هو كم؟ ثلاثة فلما تضرب ثلاثة في القوس ثلاثة في X وش تساوي؟ تساوي ثلاثة X زائدا 15 شوفوا فكرة السؤال هذا كيف جميلة جدا ولكن حله بسيط بمجرد معرفتنا لتركيب الدوال بالإضافة لقوانين اللغة رتمات استخدمنا في خاصية لغة رتمقو استخدمنا في طريقة تركيب الدوال أتمنى أني أكون وفقت في طرح هذا الدرس إن شاء الله في الدرس القادم نتعلم المتباينات اللغة رتمية كيف نقوم بإيجاد فترات الحل لهذه المتباينات نلقاكم على خير دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة